اشتركوا في القناة الذي لاقى ترحيبا دوليا واعتبره العالم حدثا تاريخيا انذاك والذي بقي ساري المفعول لحين اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامبا الانسحاب منه رسميا في ايار 2018 واعادة فرض العقوبات الاقتصادية على ايران ومنذ ذلك الحين اشتعلت الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة وايران ودقت طبول الحرب بين البلدين وملحقه من احداث متتالية انعكست على امن الخليج العربي تمثلت باحتجاز السفن تارة او استهدافها تارة اخرى والهجمات على منشآت ارامكو السعودية وارسال التعزيزات العسكرية الامريكية في الخليج وبحر عمان ومحاولة تحويل العراق لساحة حرب بالوكالة ومنطقة صراع بين الدولتين المتصارعتين والخطوات الايرانية لاحقا بتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي وصولا الى دعوات امريكية لتمديد الحظر التسليحي على ايران وعلى الرغم من الجهود الاوروبية للحفاظ على الاتفاق الا ان مستقبل خطة العمل الشاملة المشتركة غير مستقرة لعدم القدرة للمحافظة على استمرارية العمل خوفا من العقوبات الامريكية في الوقت الذي اعتبرت طهران ان الولايات المتحدة ليست بموضع التصريح بشأن الاتفاق النووي ويبقى العالم بانتظار ما سيقول اليه هذا الصراع خلال الفترة المقبلة وكيف ستنعكس نتائجه على المنطقة برمتها